يا صباح الخير صباح السعادة صباح الابتسامة وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة على كل مشاهدين الغاليين في كل مكان حلقة جديدة وصباح جديد من صباح النور حلقة النهاردة الاثنين تسعتاشر أغسطس عشرين أربعة وعشرين يا رب يكون يوم جاي بكل الخير لحضراتكم جميعا ان شاء الله تبقى حلقة حلوة وتعجبكم بس تحملوني انها النهاردة الوحدي سحق أجازة مش موجود بس بما ان انا ما بخبيش عليكم حاجة يعني فهو ما هنش عليه ان احنا نقعد في هدوء كده ومحدش ينقر فاتصل بيه الصبح وقال لي يعني مش هتلاقي حد ينكفك وكده صاحبان عليه انه محدش يديقني الصبح بصبح عليه وقوله صباح الفول وان شاء الله بكرا يكون معينا تعالوا نبتدي مع بعض الموضوع اللي اخترنا النهاردة يعني نفتحه معيكم اعتقد ان كلنا يا اما تعرضنا للحاجة دي او احنا عملناها مع حد تعالوا قبل ما اقولكو هي ايه هتديكو كده مثال بيحصل معينا كلنا كام مرة جات لك رسالة على الموبايل او على الواتف وانت قاريتها من بره وعن قصد انت ما فتحتهاش وكنت قصد بانك تطنش او تتجاهل الرسالة دي انك توصل رسالة معينة بالتجاهل بتاعك طب كم مرة انت بعدت رسالة لحد وكنت مستني منه رد وتعامل معك كده واحساسك كان ايه او ترجمت التجاهل بتاعه ده ازاي انه ما ردش وعمل تسأل نفسك وخصوصا ان هي ناس بتبقى لغي السين يعني انت بتبقاش عارف هو فتحها ولا لأ فيه ناس سايبها عادي تلاقي العلامة الصح كده بقالونها ازرق فبتبقى عارف ان هي كده تشافت لكن لو حد لغيها تمزل هو شافها ولا ما شافهاش هو قصد مايردش عليا طب هو معنى ده ايه يعني هو كده عايزني اعرفي حد قولك بيطفشني يعني لما حد مايردش عليك مرة واثنين وثلاثة معنى بيوصل لك مسيج انا ما تبعت ليش تاني مش عايز منك رسائل انتوا عارفين ان الموضوع ده حتى مع الاطفال الصغيرين لما بيحصل هتديكم كده برضو مثلا اكيد بيحصل كل البيوت اللي فيها اطفال ماما اللي بتتفرج علينا او تيتها مع ولادها ومع احفادها كم بيحصل كده لما تقبل مشغولة في حاجة بتتكلمي مع حد في موضوع مهم معاكي تليفون اتشغلتي فيه عن ابنك او حد من الولاد فالاطفال صحيح بيعملوا ايه المنهج بتاعهم يفطل يعمل اي تصرف يصير فيه انتباهك وتصرف يدايق عشان عارفين انت هتتدايق تسيبي المكالمة وهتزعائي هتنتبهي ليه هتكلميه فيعمل اي حاجة يعيض بصوت عالي يمسك حاجة انت منعين هو يمسكها فانت تخافي الحاجة دي اي حاجة يفضل يزن كده ويعصبك ويخليكي مش مركزة في المكالمة اللي انت بتتكلميه فتسيبي كل اللي في ايدك ياما بقى هتزعائي ياما هتقفلي المكالمة وايه حبيبي وعاوز ايه فلما تعملي كده هو عارف ان بالطريقة دي هياخد اللي هو عاوزه فالمرة اللي بعدها هيعمل كده تاني طيب تعالوا اقولكوا كده رأيين وانا يعني بدور في الموضوع ده لقيت ان موضوع التجاهل مش كل الناس بتشوف ان التجاهل دي حاجة وحشة بس هو التجاهل ده اسلوب يعني فيه ناس بتتخذوا منهج وبفن كده عارفين تاتا فنن في التجاهل بتبقى اصدى توصل منه رسائل عندنا اتنين قالوا رأيين عكس بعض وتعالوا نشوف مين مع الرأي ده ومين مع الرأي ده يعني مثلا افلطون قال ان تجاهل شخص ليك ده معنانه بيوصل لك رسالة انك تخرج من حياته انت بالنسبة له ولا حاجة فهو قصد يتجاهلك بشكل او باخر في كل تصرفاته عشان انت تفهم من نفسك كده نصام يقول لك ايه حس كده على دمك مش عايز اتعامل معاك ممكن يكون بينهي علاقة بالشكل ده او بيدفعك ضريبة او تمن حاجة او موقف حصل بينك او بيعقبك بالتجاهل ده الرأي بقى العكس كده تشيكسبير قال عكس كده تماما قالك ساعات التجاهل بيوصل لك رسالة او صاحب التجاهل اللي بيعين معك كده هو انت بالنسبة له اغلى حد اهم حاجة عنده هتقولي اهم حاجة هو بيتجاهلني لا هو ممكن يبقى اوصد عارف اللي هو بيتجاهلك فعايزك انت اللي تنقشه عايزك انت اللي تحس ان هو مش موجود فتفتقده فترجع تكلمه فتتصل بيه وبقى قصد يعني ممكن يبقى هو كان معاك وبيتعامل معاك وانت مش حاسس بيه او مش شايفه فياخد التجاهل ده اسلوب عشان يخليك تنتبه لي فانت تكلمه فتحس بغياب فبيبقى قصد لكن انت بالنسبة له كل حاجة والبنات هيعرفوا الحتة دي ساعات واحدة تروح لصحبتها تشتكلها او تقولها على واحد هي بتحبه او مرتبطة بيه او خاطبها انه بص بيتجاهلني متعمد مايردش على رسائلي لما بنبقى قاعدين فقاعدة مش بيوجه لي كلام فتيجي تقولها تانية يا عبيتة ده هو قصد ان هو يعمل معاك كده عشان تحس ان انت زعلتي عشان يشوف رد فعلك فشيكسبير كان مع الرأي ده اللي هو التجاهل ساعات بيوصل رسالة للشخص او شخص اللي بيب معاك كده انت بالنسبة له اهم حاجة عنده يعني في كل الاحوال علم النفس قاعد يحلل التجاهل ده ويشوف هو الناس بتبقى قصده بيه ايه او ليه بتتصرف تجاه المواقف بتجاهل او الاشخاص بتجاهل فالاكتر الاتجاه الاكتر رايح ناحية ان التجاه والاسلوب الواحد بياخده عشان يوصل منه لغاية معينة منها انه يقول الشخص ده انت لا تعنيني اي شيء هكمل معاك وبسنسبح على مدام نعمة صباح الفل يا مدام نعمة صباح الخير يا حبيبي كل سنة وانت طيبة وانت طيبة وبالف خير يا رب صباح الفل كل سنة وانت بالف خير ربنا يديك السح سباحيلي على استاذ صحاء حاضر يوصل ربنا يخليك وليه لنا بقى رأيك في موضوع التجاهل ده بتشاهل ازاي الناس كلها بقت يا بنتي تتجاهل الناس بطريقة غير ما تتفيلها بيعملوا كل اللي هم عايزينه وعندي ما تيجي تسأليهم على سؤال يتجاهلوك حتى السؤال ما يردوا عليك طب ايه اللي بيخلي حد يعمل كده مادمنا انت لو حد عمل معك كده ويتجاهلك انت بتقريها ازاي عايز يقولك ما تسأليش تاني ما تتكلميش معايا تاني ما تجيش هنا تاني يعني بتقريها كده ولا ايه؟ هو مش كده هو هو مش كده هو هو المطلوب منه هو بيعمل اللي هو عايزه يا بنتي هو عايز يعمل اللي هو عايزه ايه لما ييجي لما ييجي يكون عايز حاجة بيطبطب عليك المصلحة المصلحة تخليه يبقى جنبك لكن لما يبقى مش عايز منك حاجة يتجاهلك نسلحلك بكل الطرق حتى السؤال بقولك ما يرداش يرد عليك يا بنتي صباح الفل على حضرتك ويعني كل احترامي لرأيك حقيقي فيه ناس كده فعلا لما تبقى عايزة منك حاجة تلاقيها معاك وتسأل عليك وتودك وتفتح معاك كلام وتهتم بيك في القاعدة وانت مش متعود على كده فتحس ايه ده غريبة ولو مالوش مصلحة عندك هو بيتجاهلك ولا بيسأل ولا بيعمل وفيه ناس بتتجاهل بقى ايه نوع من التجاهل برضو اتجاهل رأيك يعني ده ممكن يبقى اتنين عايشين مع بعض يعني ممكن يبقى البيت الاب والام والولاد خصوصا لو الولاد كبار شوية وفهمين ومستوعبين ده فانك تتجاهل وجهة نظر او رأي قدامك حاجة بتحقر منه يعني قدي احس ان انا مش مهم وان انا ماليش ايمة وماليش لازمة ورأيي ده ولا حاجة فمع الوقت هبطل اقول رأيي ولو بنتكلم على مستوى يعني تربيتنا لولادنا هم بيطلعوا بلا شخصية لان انت عودتهم ان انت رأيك ده ولا حاجة انا بتجاهل ماما انا مش عايز ده بابا انا ماليش مزاجلي ده انا طب انا وجهة نظري كذا وانت بتتجاهل اي حاجة بيقولها وبتعمل اللي انت عايز ومش بتحترم رأيه فدي برضو وجهة نظر تانية في التجاهل مادام جهان صباح الفل ايوة حبيب صباح الفل عليك صباح النور تفضل يعني التجاهل ده انا يعني واحدة من الناس اللي يعني انا جزء متجاهلني خالف ومتجاهل ولاده اه طب التجاهل انا سمعك يا مادام جهان متجاهلك ومتجاهل للولاد انت شايف التجاهل ده ليه سبب معين انت قادرت فصريه ولا ليه اه هو السبب ده يعني كان يعني اه بيكلم اه في الموبايل مع ناس يعني وانا بدايقت من الموضوع ده وصبت البيت ومشيب عشان مهتم اصلا بمكالماته على حساب حضرتك والولاد ايوة وانا ولادي كبار يعني من الصليب يعني كبار طب هل دي مشكلة كانت من قبل كده يعني من موما صغيرين دي طريقته التجاهل لما بتزعله مع بعض يعني حاجة بتقول انا سبت البيت لا لا كان يعني هي دكتورة هي الاستاذة هيبه معي ايوة انا معاك مادام جهان على اللي بكلمك اهلا بيك طيب يعني كان في مشاكل يعني المشاكل العادية اللي كانت في البيتة العادية وابن الصالح لكن دي وقفت عن ده بقى طب انا عايزة اسألك حاجة كمان لما سبتي البيت تجاهل زعلك وفقدانك انك ما باتيش موجودة في البيت ودور يصالحك ايوة ولا تجاهل ده لا تجاهل خالص مجاش يصالحك لا 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 هو اهم حاجة اللي هو يعطي لوحده للنت النت خده خد وقت اه اه وعايزة اتكلم في موضوع تاني يا استاذة هيبه فضلي عايزة يعني موضوع المعاشات دوا لان هو اصلا وهو وانا عايشة مش مهتم بينا او مش مهتم بولاد وليه المعاش يعني ياخد جزء منه هو بياخد جزء منه ازاي ليه معاش حضرتك بعد وكاتي ربنا يديك الصحة والعمر ليه لا ده قانون ده يعني بيظلم الولاد انا عايزة الولاد هي اللي تاخده ليه بتفكري كده بس ربنا يديك الصحة فيه فيه حاجات اولا مش بادينا يعني زي ما حضرتك قلتي بيبقى قوانين ما بترجعش الحد فينا وخصوصا موضوع المعاشات لكن الحاجات الخاصة اللي هي فلوس عندي حاجات عينية الواحد هو اللي بيحدد في حياته وهو قاصد وراضي بدا بيكتبها لولاده يعني هو اللي بيحدد تبقى المين فموضوع المعاش ده صعب ده قانون ده قانون معاشات وتأمينات انا عايزة المعاش يبقى اولاده كبار انا عايزة حتى اكتبه للكريسة دي حاجة مش بادينا حضرتك ولا بادينا اي حد دي مش برغبة حد يعني ده قانون ربنا اديك الصحة و اديك العمر تعالي ندور نحل مشاكلنا ازاي بدل ما نفكر بشكل سلبي ربنا اديك العمر انت اللي تعيشي لولادك وتفرحيهم وتسنيديهم وموضوع التجاهل انا حاسة بيكي هو بيوجع بيوجع قوي وبعدين موضوع الانترنت زي ما مادام جهان بتقول كده خدنا من بعض يعني ده جزء وسبب اساسي في موضوع التجاهل انت بيبقى حد قاعد معاك في البيت وانت بتكلمه وانا ماسك الموبايل وما شغول فيه وهو بالنسبة لي بقى اهم حاجة وانت بتكلميني وانا مش سامع انت بتقولي ايه وممكن اقولك انت مش شايفاني مش فاضل او ماردش عليكي اصلا فطبيعي اللي قاعد بتكلم وشايف ان انت مش معايا ده انت مبسطلوش ده انت ما سيبتش التليفون من ايدك طبيعي ان انا هسيب لك الدنيا واقوم وخلاص ممكن مرة في مرة بطل اتكلم معاك اصلا فانا بتمنى ان بس يعني الناس اللي بتشوفنا دوقتي بتمنى ان جوز حضرتك يعني يشوف الرسالة دي الرسالة التجاهل دايما بيوصل رسالة وحشة سلبية لو انت قصد ان انت تعملها مع حد عشان الحد ده بيعمل معاك سلوكيات مش حلوة فعندك حق يعني انت بتتجاهل حد مثلا متعمد انه يقولك كلام سلبي يديقك يكسر ثقتك بنفسك يحرجك قدام الناس فانت في القاعدة بتعلم وتعود نفسك على اسلوب اسمه التجاهل الزكي التجاهل الزكي ده ان انت ولا كأنك سامح حاجة ثقتك بنفسك ما بتتهزش فانت ما بتردش لان في حد لما بيتجاهلك بيستفزك فيخليك ان انت ترد او تقول انت بتعمل كده ليه فهو كده بيحس انه نجح فلما بتتجاهل كلام يداي او مواقف تداي انت كده ده رد كبير وعظيم عالشخص اللي بيعمل معاك كده فده اسمه التجاهل الزكي لكن التجاهل اللي احنا بنوجع ونجرح به ناس هم اولى بالاهتمام وبالوقت وبالحب دي بتبقى رسالة وحشة بعد كده بالمسافة بتزيد تزيد تزيد والفجوة بتزيد بيننا وبين ولادنا بين الواحد ومراته بين اصدقاء هم متعمدين وميتجاهلوا بعض عشان حاجة ولا موقف حصل بينهم كل ده بيوصل رسالة ممكن تبقى سلبية بين الناس المفروض ان هم بيدوروا ما يخسروش بعض ابا نوب صباح الفل يا ابا نوب يا ابا نوب صباح الفل صباح النور صباح الفل عليك صباح النور ده رب دايما يكون بخير بخير الحمد لله بكرة يبقى معينا ان شاء الله يا رب ينور برنامج برنامج في النور ده يعني قصدي برنامج صباح النور وكل برامج بتأكد ديه كلها جميلة ربنا شليك شكرا لك امن ابركو دايما والتجاهل ده نوعين فعلا زي ما حدك قلت الانسان اللي بيستفزك واللي هو يوه دي والكلام أحسن حاجة اللي انت تتجاهله اللي هو التجاهل اللي هو زاكي ده ببقى رد كويس بس التجاهل ما بيجي من عرب الناس ليجي ده بيوجع بيوجع هؤل صحب وربنا يرحمنا في الزمن اللي احنا صعب فيه تمام وانا بصب على قصرية كلها وشكرا جدا لنزوعة الفل عليك وعليهم يا ابنوب شكرا لك فيه ناس من الأسدزة والمفكرين والأدباء وعلماء في علم النفس وصفوا حتى موضوع التجاهل ده بأنه شيء لا إنساني يعني أحيانا الواحد ممكن يوصل لللا إنسانية عشان بيتعامل أو بياخد التجاهل ده منهج بالنسبة له في التعامل وفصوط قوي هو بيحرق دم حد بأنه بيتجاهله وخصوصا لو الحد ده ما عمل لكش حاجة أكتر من إن انت قصد إنك تقلل منه أو هو مش عجبك أو مش جاي على هواك أو يعني دايما المصرحة يعني هقولك حاجة اتنين مرتبطين واثنين مخطوبين فهو عشان مش عاوز يواجهها ويفك الخطوبة دي فيبتدي يتعامل معها بمبدأ التجاهل بمعنى متصلش بيها مسألش عليها بدل ما كان بيكلمها عشرين مرة في اليوم والمكلمة تقعد ساعة مرة واحدة كده يقطع تبعاته رسالة يشوفها وما يردش كل فين وفين لما يرد عليها بكلمة هتتجنن مستغربة طب هو فيه ايه بيعمل معايا كده ليه هو مقرر إنه هو بالطريقة دي بينسحب وهيقفل الموضوع على كده على فكرة الأفضل إن انت هتواجه معايا وهتواجهها بإن انت شايف إن احنا مش متناسبين مع بعض وإن احنا بدل ما تتجاهلها وتضرب ثقاتها بنفسها وتخليها تلف حوالين نفسها فدايما المواجهة بين أصدقاء بين اتنين مخطوبين بين اتنين مرتبطين بين أي حاجة المواجهة هي دي أقصر طريق إلا إذا انت أخدت التجاهل ده منهج ماشي بيه وتجاهل زكي لتصرفات بتضيئك فلما هتتجاهل التصرفات دي اللي قدامك هيبطل يعملها غصب عنه من غير ما انت لا تتخانق ولا تقول ولا أي حاجة فأنت تروح ولك أنك سامع واللي بيغلط فلك أنك سامع واللي بيرميلك كلمة عشان هو قصد يستفزك ولا كأنك سامع ولا كأنك شايف ابنك في البيت اللي متعمد يعمل حاجة عشان بس يستفزك إنك ترد أو تتخانق معاه انت عارفة انت لو مخاصمة ابنك فممكن نروح عامل موقف كده عشان يخليك يتكلميه بالعافية بدل التجاهل انت متجاهل فيفضل بقى يمسك حاجة يقول الكلمة تستفزك يعمل سلوك هو عارف إن ده هيضيئك لغاية لما انت تردي أو تزعقي فالساعات التجاهل بيبقى إيجابي في النقطة دي بس لما تجاهل الناس أو الأشخاص أو الحاجات اللي بتأذيني أو بتستفزيني ده تجاهل صحي غير كده فيه تجاهل بيبقى لا إنساني بيأذي الشخص اللي قدامك أستاذ هاني صباح الفل صباح الفل يا سيدهابة صباح الفل على حضرتك أهلا بيك إزاي حضرتك الحمد لله الحمد لله أهلا بك خد والله أنا لسه تجاهل ده حصل قريب فبصراحة ده حرق دم يعني حد تجاهل حضرتك آه آه رسائل ما فيش رد مكلمات ما فيش رد فرغم إن أنا بقدم يعني اهتمام وحب وإخلاص للأشخاص دي فأنا معرفش بيعملوا كده ليه يقصدوا إيه بالزبط يعني يعني أنا خلاص بصالف إن أنا أرسلهم أو أكلمهم بس لحرق دم وعصاص طب الرسائل حضرتك ليهم دي سؤال يعني مجرد الرسائل دي مجرد سؤال آه بس طمن عليهم بس أل عليهم آه ما فيش حاجة بيني ما بينهم أصدقاء عاديين وموش رد تجاهل عشان لسه كان فيه مكلمة قبل حضرتك مدام نعمة كانت بتقول إنه لما بيبقى فيه مصلحة يكلمونها لو الحاجة ما فيهاش مصلحة يتجاهلونها فاشكا سألت حضرتك الرسائل دي مجرد اهتمام وسؤال لا سؤال واهتمام ما فيش ما فيش أي مصالح يعني عشرة أنا مش عارف الناس حصل لها إيه وتغيرت ليه وحرق دم وبصراحة دي إيه اللي تزوق يعني من الناس دي لكن حضرتك وصلك الرسالة أو أنت مع الرأي اللي بيقول إن التجاهل معناه إن أنا مش عايزك في حياتي صح كده؟ مع الرأي ده شكرا لك يا أستاذ هاني بشكرك أم مينا معينا من الأليوبية صباح الفل عليك واح النور إزايك يا أستاذ هادة عم لا إيه؟ الحمد لله أهلا بيك يا أم مينا كل سنة وانت طيبين وانت طيبة وفي خير يا رب وليلنا رأيك إيه في موضوع التجاهل اللي بيتجاهلك ده بتقري التجاهل بتاعه إزاي؟ يعني ممكن يبقى اهتمام وبيتقل ولا بيوصل لك رسالة مش عايزك في حياتي؟ هو طبعا أولا أنا أول مرة اشترك في البرناني نورت زين حالت يعني كل يوم طبعا لازم اتفرد عليكو وكان نفس النهاردة يكون أستاذ بحق موجود لأنه هو طبعا إنسان جميل جبا ودايما على طبيعته يعني إن شاء الله يبقى معينا بكرة يا مومينا ودي مش أول مرة بس مش آخر مرة كلمينا تاني وهو يبقى موجود إن شاء الله حالت يا سيد زهيبة طبعا أنا هتكلم على التجاهل أنا بصراحة أنا أرمالة بس عندي عيال كبار لكن أنا ما ببعت رسالة حد عزيزة علي وغالي ما بهمنيت إذا كان هو عراها ولا ما عراهاش لو ما عراهاش النهاردة أكيد هيجي وقت وهيفتح وهيقراها يعني ما بتزعليش لما تبعاتي رسالة وما حدش يقراها ولا يفتحها أو يرد عليك وانتي بتبقى مستنية رد لا بأمانة يعني لا مفيش يعني ما بدقش على الحاجات دي طبعا يعني اللي ببعت له الرسالة دا عزيزة علي فحتى لو ما ردش ببقى عارفة إنه هو يعني إما بصن عنه يعني إما هو عند حاجة مش قادر يرد فيها لكن إيه ده وقت وهيصفها بس لكن أنا بتكلم على حاجة الناس دي سالة يعني البلاد ممكن تبقى انت قادة موجودة معاهم وكل واحد على تليفون ماسك موبايل لكن برضو ما دي زعليش لأنهم جلهم كده وقتهم كده بس انتي بتبقى محتاجة الاهتمام يعني مش محتاجة التجاهل يعني كلنا بنحتاج حتة كده بنلمس العزر بس بنبقى محتاجين الاهتمام لأن عكس التجاهل إيه الاهتمام صح حد بيتجاهلك حد بيهتم بيك شكرا لك يا مومينة وصباح الفل في ناس أو بعض القراءة بتقولك إنه عكس الحب مش الكراهية لكن عكس الحب التجاهل تخيلوا إنه في ناس بتشوف إن التجاهل أكبر ويوجع أكتر من الكراهية على الأقل اللي بيكرهك موقف واضح يعني هو بيحبش تعمل معاك وبين جدا هو مش بيحبك لكن في حد بتبقى متوقع أو مستني منه تعامل معين أو اهتمام معين وما تلاقيهوش تلاقيه بيتجاهلك فتقول التجاهل ده بيوجعني ده حرق دمي أنا مش عارفه بيعمل معاك كده ليه لأن انت موقفه بالنسبانك مش واضح فيقولك كده عشان كده وصفوه بإنه لا إنساني التجاهل ده لما بيبقى طبعا عن عمده وانت قصد انك ما تردش وقصد انك تجرى حد أو تقل منه ففيه ناس بتشوف كده انه عكس الحب مش الكراهية لكن أحيانا التجاهل بيبقى أقوى وأصعب من الكراهية فإحنا النهاردة عاوزين ناخد التجاهل طبعا لو شاركتونا هحاول أقرأ بعض التعليقات سريعا لكن قولونا انتو رأيكو التجاهل بالنسبة لكو انتو مع الرأي اللي بيقول اللي بيتجاهلك ده بيوصل لك رسالة انو مش عايزك في حياته ولا انت مع الرأي ان ممكن يبقى التجاهل ده انت عز حد عنده بس هو بيبقى قصد كده يعني يتقل شوية ما يظهرش الحب كله مرة واحدة انت مع مين في الرأيين وفي كل الأحوال نفسنا يبقى عندنا فن التجاهل أو التجاهل الزكي أعملوا استراتيجية كده خطة أعرف أنا بستخدم الاستراتيجية دي إزاي وإمتى ممكن بسرعة كده ناخد طبعا النهاردة مش هعرف أقول بسحاء أخد انت قابلي التعليقات فاستحملوني هناخد وفي تليفونات طب ناخد مدام مونة صباح الفول يا مدام مونة صباح النور إزاي كمدام مونة الحمد لله أهلا بيكي تفضل أنا كنت يعني عايزة أتكلم على التجاهل الزكي بقى ده بيحصل معي أنا يعني أنا اللي بتجاهل بيبقى قدامي شخص للأسف لحوح في الأسئلة وأسئلة داخلية يعني مش شخصية يعني الواحد يبوح مش صالة الواحد يبوح بيها يعني أي بيعد يسأل 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 بيضغط عليكي لدرجة أن أنت بتبقيمتك نفسك بالعافية صح بتعملي نفسك مش واخد بالك صح بضياري الموضوع يرجع تاني نفس السؤال بطريقة منجوية تاني أنا بالنسبة لي آه بتجاهل كتير لكن بلاقي نفسي في الآخر يعني عايزة مفجر فيه دي كفاية كفاية والغريبة أنه هو لما يعد يتكلم معاك يقول أنا ما بتسألش حد أنا المعلومة بيضيني كده أيوة أنا ما تدخلش في اللي ما يخصنيش آه يعني أنا بقاعد المعلومة تلي أنا واحدة بزهق من كتر الأسئلة دي محدش بيشوف نفسه مدام هنا هو بيعمل إيه يعني لا خالص محدش بيشوف نفسه يمكن الحاجة اللي هي أكبر عيب فيه دايما بيشوفها عند الناس وينتقدهم هو أول واحد بيعمل كده بس أنا هقول لحضرتك التجاهل اللي انت بتعمليه الأسلوب ده الحاجة بتعمليه ده التجاهل الزكي ده المطلوب أنا لما حد يتطفل علي ويسأل في اللي مالوش فيه أو يقول حاجة تدايقني بتكلم في موضوع تاني بوجه كلامي لحد غيره في القعدة المهم أن أنا بتجاهل الشخص وبتجاهل سؤاله ويمكن لو الكلام لف أو الحديث وإحنا قاعدين أكتر من حد وهوجه للشخص ده الكلام هكلمه في موضوع غير السؤال اللي هو بيسأله فبرضه بوصله رسالة إن أنا بتجاهل سؤالك الأولاني مش عجبني ومش هرد عليه فأنا يعني بحاجة حضرتك لو هو ده أسلوب في الحاجة التابعية يعني فده تجاهل زكي جدا شكرا لكي وصباح الفل سريعا كده ناخد بعض التعليقات عشان الوقت استر عبدالوهاب بتقول لنا صباح الخير التجاهل يعني رفض وعدم اهتمام ولو حاولت تسأل بحاول أيضا ببعد وأساسه عدم محبة وبيبان أكتر وقت الشدة والحزن خدمة الرب إلينا بتقول صباح الخير فعلا فيه ناس بتتجاهل رسائل الواتساب وعدم الرد وأنا بديلهم عذر بأنهم مشغولين وأكيد عندهم رسائل كتير وعمري ما فكرت إن عدم الرب مع الرد معناه أني أخرج من حياتهم أنا بحبهم وأفضل أحبهم رغم استمرار التجاهل عشان حضرك قلبك حلو فبتشوفي أو بتلمسي العذر للشخص فينا صبحي بتقول صباح الورد والصباح موصول لسحاق بس أنا مستغربة جدا إزاي سحاق اللي مش بيحب الأجازات ويخد أجازة النهاردة اللي احنا مش هنسيبه عن حسبه بكرة مش بفوت حاجة لازم يتحاسب على كده يتحاسب أما بالنسبة لسؤال البرنامج ففيه ناس ممكن أتجاهلها لو تاريخه معايا مثلا أثناء عملي بالمصلحة الحكومية كان صعب جدا ولما طلعت معاش بيعطبوني أني مش باتصل طب أنا ما شفتش يوم حلو معاهم ومعنديش رصيد محبة ليكم لأ وبكل بجاحة بيقولوا طب شمعنا فلانا بتكلميها واحنا لأ طب موفع لن ما فيش رصيد يعني السؤال والود ده بيبقى لأن الواحد بيبني رصيد لكن انت بتعتبني على إيه وانت ما فيش حاجة بيني وبينك جونات غبريال بتقول صباحك وخير وبركة تجاهل الإهانة وتجاهل الحاجات اللي بتضيقني والمواقف المستفزة ده زكاء وتجاهل إيجابي لكن لما بعد كلام حلو أو تهنئة لحد وما يردش ويعمل نفسه ما شفش ده بيزعل جدا وده تجاهل سلبي وشيء مستفز جدا أم شنودة جرجس بتصبح حالين وبتقول لما يكون حد بيتجاهلني أبعد عنه خالص بس فيه ناس بتاعة مصلحتها عايزة منك حاجة بتقرب منك أنا باتفق معيك جدا فيه رضا بشرة بيقول صباح الفل عليك وكل سنون طيبين التجاهل عدم اهتمام بالآخر تقريبا التجاهل وعدم التجاهل المصلحة أو حسب الموضوع المطروح صحر وليد بتقول صباح الفل عليك والتجاهل يعني عدم احترام والاحترام أساسه الحب والمحبة أنا بحترم رأي أستاذ منفلوت يبقى الشخص اللي بيتجاهلني أبعد عنه وأشيله من حياتي ده شخص سلبي وجوده زي عدمه في سروة عدلي بيقول صباح الفل الناس كلها بصالك يا سحاف الأجازة لو انت بتتفرج علينا أو شايفنا وبكرة نتحاسم الناس كلها ما تقولك أجازة سعيدة وانتو بتحبش الأجازات واخد أجازة أنا مخدمتكش الناس هي اللي هتحسبه فيه بيقول أنا لما تجاهل أي حد حتى لو مشغول برجع أكلمه وعتذر له عندي أصدقاء عشان المصلحة بيكلموني ويكون جنبي ولما تخلص المصلحة للأسف بيتجاهلوني تماما ربنا يسمحهم ويغير ضميرهم فيه جميل نعيم بيقول صباح الخير وسلامي بتزحق التجاهل شيء صعب والمواجهة أحلى من التجاهل التجاهل عدم تأدير أنا شايف أنا فيه إجماع على أن دايما التجاهل عدم تأدير والاتفاق مع أن تجاهل أي كلمة دايقني أو موقفي دايقني ده السلامي أنا النفسي بوصل رسالة للشخص اللي قدامي أنك ما تسألش في الملكش فيه وما تحاولش تضايقني وأنا يعني مش فارق معي الكلام ده بشكركم على كل تعليقاتكم حتى لأنا ملحقتش أقراها بس عشان وقتين أصبح عليكم مرة تانية ولكوا صباح الفل نخرج لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا بسم الآية والإيدنا ورحمة القرص الإله الله وحل أمين صباح النور صباح البركة صباح النعمة آية النهاردة من مزمور 18 ألم إمام المرتلين داود النبي بيقول الرب صخرتي وحسني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجعي في الحقيقة المزمور 18 من أشد وأجمل المزمير اللي كتبها داود لأن داود النبي كتب المزمور دا في نهاية أيام وربطه على الأرض وبعد ننتصره على أب شلوم ونلاقي المزمور دا متكرر بالنص في صفر صاموئيل التاني صحاح 22 بيقول معلمنا داود في بداية المزمور أحبك يا رب يا قوتي عن رب صخرتي وحسني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجعي نشوف معلمنا داود في المزمور إيه دا ربنا صفات كتير للقوة أحبك يا رب يا قوتي أحبك هنا اتكلم معلمنا داود بصفة المفرد لكن ربنا لما بيتكلمنا عن الحب بيتكلمنا بصغة الجامعة بيقول أحبكم هكذا أحب الله العالم لكن لما ربنا يحب أن أنا أقوله بحبك يا رب يحب أن أنا أقولها بصيغة المفرد أنا يا رب بحب بحبك ليه يا رب بحبك لأنك أنت صخرتي وحسني صخرة أحتمي بيها لما تكون الصخرة موجودة أحتمي بيها بتحميني من كل شر بتحميني من كل أعمال الشرير طيب الصخرة موجودة وأنا بعيد عنها كل الأعمال الشرير هتخبط فيها زي ما قال المنسلس الرحمات قدسة البابا شنودة الثالث دع الرب بينك وبين الضيقة فتختف الضيقة ويظهر الله وحسني ومنقذي كلمة حسني هي حسن منيع بنلاقي في صفر المزامير برضو اسم الرب حسن منيع أي هو الحسن؟ هو اسم الرب لما أحتمي بالحسن أحتمي باسم الرب بنشوف الأديرة الأسرية في حاجة اسمها الحسن عند هجوم البربر على الأديرة كان الرهبان بياخدوا الزبيحة ويحتموا بالحسن طيب هل الحسن ده بيحمي؟ لا ممكن البربر يهجموا على الحسن ده لكن اسم الرب حسن منيع منيع محدش يقدر يقتحب محدش يقدر يقرب منه صفات ربنا كتير قوي 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 في المزمون ده هنا معلمنا داود النبي ادى صفات لربنا كتير جدا لما بيقوله أحبك يا رب أحب ربنا لأنه اسمه صخرة اسمه حصن منيع منقذي 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 من ايه؟ منقذي من كل الشرور منقذي من إبليس منقذي من كل أعمال والخبيثة منقذي من كل الشرور وأعمال الشرير وأعمال إبليس صخرتي به أحتمي ترسي ايه هو الترس؟ الترس دي آلة حربية بيحتمي بيها كل الجنود ومش كل الجنود كمان يعني الجندي الشاطر البارع في القتال عشان كده ربنا عايزنا نكون في أيام غربتنا على الأرض بارعين في القتال قتلنا مع مين؟ قتلنا مع الشرير قتلنا مع إبليس لأن حربكم ليست مع عدم ولحب لكن مع أجناد الشرور الروحية طيب إيه هو اللي يحميني من الشرير؟ إيه هو اللي يحميني من إبليس؟ ترسي ترسي الخلاص ترسي هو المسيح ترسي هو اسم الله المنيع الذي لا يستطيع أحد أن يقتحمه قرن خلاصي قرن خلاصي زمان في العهد القديم كان اللي بيعمل شر أو اللي بيعمل جريمة كان بيهرب ويحتمي بقرون المذبح قرون المذبح إذا قرب منها مقدرش حد يقرب منه مقدرش حد ياخد عنده ويدخل عنده ويقرب من هذا الشخص اللي احتمى بقرون المذبح طيب إذا كنت أحتمي أنا بيك يا رب يا قرن خلاصي ما هذا الشيء العجيب؟ ما هذا الحب؟ ما هذا الصانع القوان؟ أنت يا رب قرن خلاصي لا يستطيع إبليس أن يقترب مني لا يستطيع عدو الخير أن يأتي إلي وأنت يا رب قرن خلاصي أنت يا رب قرن خلاصي لا يستطيع أحد أن يقتحم هذا الشيء المنيع ملجأي ملجأي برضو مدن الملجأ في العهد الأديم اللي كان بيلجأ إليها من صنع اسم أو من صنع جريمة وإذا ذهب إلى مدن الملجأ لا يستطيع صاحب الحق أن يقترب إليه أن يأخذ منه حقه طيب أنت يا رب ملجأي يعني أنت مدينة الملجأ الوحيدة ليا طيب أسيب ده كله وألجأ إلى طرق أخرى أسيب الخلاص أسيب الترس أسيب ملجأي وألجأ إلى أشياء أخرى ضعيفة مش هتحميني لك كل المجد من الآيال وإلى الأبد آمين